مولانا في هذا الشهر الكريم يعني حصل موقف كده اسمح ليحكيه حد من ولدنا الشباب الصغيرين معانا في العمل وكده فلاقيته ماسك صجاره وشاب صغير وشاب يعني طيب ومحترم وراقي فتروا يا ابني ليه يا حبيبي انت فاطر ليه قال لي ما حضرتك انا مطبق في الشغل قالوا فقلت له يعني حد يخسر يوم من ايام رمضان الكريم كده بدون عزر يعني عزرك ايه في الحياة فمن فضل حيات برضو نفهم الناس لان بعض شبابنا مش كلهم ده شبابنا افاضل وكرام بس بعضهم بيستهين يعني يعني او يعني انا تعبان ايه هي يعني على من يجب الصوم وعلى من يباح الفطار قبل ما اتكلم مع حضرتك مين اللي يجب عليه الصوم ومن الذي يباح لهم الفطر تعالي ولتكن البداية مختلفة ولتكن البداية مختلفة ليه؟ لان احيانا العلم والحفظ بيكون حجاب ان الانسان يتأثر بالمعلومة او الكلام من قطرة ما احنا عارفين العلم وعارفين الكلام والوقت ما وقع التواصل الاجتماعي الواتساب بيجيلك كمية معلومات دينية في اليوم غير طبيعية ايوه اجربات كتيرة الواحد اجربات كتيرة جدا 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 بيجيلك عليها معلومات دينية فاصبح لدى كل واحد فينا معلومات للأسف لم تتحول الى معمولات في حياة الناس كمية المعلومات موجودة في اذهان كل واحد مننا فالمعلومات دي بتحجب احيانا الانسان ان هو يتأثر بالعلم اللي هيسمعه من الشيخ الموجود الوقت علشان كده انا عاوز البداية يكون مختلفة ليه البداية يكون مختلفة قبل ما اتكلم عن المين اللي يباح ليه الفطر وليه الشباب اللي بيفطرهم في رمضان بدون اعذار روى الامام احمد وابن ماجه والامام الصيوطي كذلك اورد لنا هذه القصة وعلماء الحديث صحاحوا لنا القصة دي ثلاثة من الشباب جمع المدينة المنورة المنورة برسول الله صلى الله عليه وسلم واعلنوا اسلامهم امام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اي حد غريب من برى المدينة لما يحب يجي يقعد في المدينة النبي يعرض عليه حاجة من الاتنين يا اما يقعد في مكان اهل الصفة لان طبعا ما كانش فيه فنادق موجودة فعهد النبي زي الفندي الموجودة الوقتي فناس غرب جايين وأسلموا ويعودوا معنا في المدينة جنب سيدنا النبي فحاجة من الاتنين يا إما يعودوا في مكان أهل الصفة اللي هو ورا حجرة سيد عائشة مباشرة إلى وقتنا هذا معلوم المكان 125 متر مربع يعودوا في المكان ده أهل الصفة يعود مع أهل الصفة ويكون نفقته من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيصرف على أهل الصفة أو حد من أهل المدينة يستضيف الناس الغرب دول يعودوا عنده فالتلاتة الغرب اللي هم أسلموا مع ايد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعدوا عند صحابي اسمه طلحة بن عبيد الله أعدوا عند صحابي اسمه إيه؟ طلحة بن عبيد الله تمام استضفهم عنده مرت السنوات وخرج الثلاثة في معركة من المعارك مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام استشهد الأول ورجع الأثنان بعد أشهر خرج الأثنان في معركة من المعارك استشهد أحدهم ورجع الآخر مرت فترة من الزمن على هذا الشخص الآخر التالت هو اتنين استشهدوا في معركتين مختلفتين اتبقى واحد ايوه مرت علي فترة من الزمن ومرض مرضا طبيعيا ومات على فراشه لم يستشهد الشيء العجيب في القصة ان سيدنا طلحة بن عبيد الله رأى في المنام رؤية حقا بتطمن والله يا مولانا لما بشوف أهل الخير نعم حلوة جدا جدا وأسطورة يطلق عليهم أسطورة الناس في الخير سبقين ناس يديهم في كل عمل صالح فنرجع للقصة بتاع التلاتة اللي هم اتنين استشهدوا وواحد مات على فراشه ايوه كانوا عن سيدنا طلحة بن عبيد الله قلنا من العجيب ان سيدنا طلحة بن عبيد الله رأى رؤية في المنام لهؤلاء الثلاثة وسيدنا النبي عرفنا ان الرؤية الصالحة من الله سبحانه وتعالى يعني لو واحد شاف رؤية حلوة كده خير بيعرف ان دير سلام من ربنا سبحانه وتعالى يريد الله ان يوصل اليك رسالة فسيدنا طلحة بن عبيد الله رأى ان هؤلاء الثلاثة في الجنة ولكن اول واحد رأى في الجنة هو الرجل الذي مات على فراشه وليس الذين استشهدوا ازاي سبحان الله فاستغرب الشهادة دون رقم واحد وكأنه استنكر الرؤية فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما رأى في المنام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوليس هذا الرجل قد ادرك رمضان اوليس هذا الرجل سبحان الله قد صلى كذا وكذا اوليس هذا الرجل قد صام كذا وكذا وسجد كذا وكذا وكذا قالوا بلى يا رسول الله قال ان اعظم الناس اجرا عند الله يوم القيامة من طال عمره من طال ايه؟ من كثرة تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وتكبيره وتهليله عمره كله مليان بالحسنات والطاعات النبي صلى الله عليه وسلم يريده ان يقول لنا كلمة من الممكن انك تعيش عيشة طبيعية جدا وسهلة جدا ومن الممكن ان حضرتك تعيش عيشة طبيعية جدا جدا وسهلة جدا جدا وتموت موت طبيعية جدا لكن تحيا مع الذين ماتوا في سبيل الله سبحان الله تحيا مع الذين ماتوا في سبيل الله ولذلك اقول من الصعب ان تموت في سبيل الله والاصعب ان تحيا في سبيل الله يا سبحانه الله أصعب من الموت في سبيل الله إن تحيا في سبيل الله نعم تحيا في سبيل الله تقابل أمواج الشهوات قدام عينك الشباب مع الفتن الموجودة حواليه على الرغم من ذلك بيكف نفسه عن الحرام ويصوم لله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا ده إنسان بيحيا في سبيل الله من الصعب أن تموت في سبيل الله والأصعب أن تحيا في سبيل الله في وقت سهل فيه أن تأكل الحرام بسبب الاحتقار والاستغلال وي وي وبالأمور ده كلها ولكن هذا الإنسان حريص كل الحرص على أن يأكل الحلال ويرضي الكبير المتعال سبحانه وتعالى لذلك من الصعب أن تموت في سبيل الله والأصعب أن تحيا في سبيل الله سبحانه وتعالى تعيش عيشة طبيعية طبيعية وتموت موتة طبيعية ولكن تحيا مع الذين ماتوا في سبيل الله سبحانه وتعالى نحن في أيام عظيمة الأعمال اليسيرة فيها تسبق الأعمال الفاضلة في سائر الأيام أعمال يسيرة في هذه الأيام الفاضلة تسبق الأعمال الفاضلة في سائر الأيام